أهلا بحضراتكم مرة تانية في المنتدى وطبعا دلوقتي معادي مع ضيفي واخوية الكبير كابتن عماد النحاس نجم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي السابق وطبعا يعني اللي بتربطني به علاقة يعني وطيدة من الزمان يعني ودايما لوحد بيتكلم وبيقول في مجال الكورة يمكن ساعات ما بتطلعش بناس كتير ولكن يمكن عماد النحاس من أقرب الناس لسواء علاقة به في النادي الاهلي في النادي الاسماعيلي وفعلا يعني ونعمل أخه ببقى سعيد جدا أما ببقى متواجد معا سنين طويلة يمكن قاعدين في غرفة واحدة فبيشرفني أن يكون معايا النهاردة كابتن عماد منور الدنيا منور المنتدى وسعيد جدا وببقى فرحان وانت معايا بصراحة يعني وطبعا مش زي ساعدتي طبعا كيديا حبيبي عبد الله طبعا عشرة عمر عدوات كتير حاسينا خلاص ان احنا تجبرنا شوية بس والله يا بركاته واحد يمكن في البداية يعني مالوش اللي هو يعني يعني النفس اللي هو يتكلم كتير أكيد والأجواء والظروف اللي احنا فيها واللي بيمر بيها الوطن العربي واللي بيمر بيها فلسطين واخوتنا طبعا في فلسطين اللي ليهم كل التعازي والتضامن مع أهل فلسطين وكمان التضامن والوافة الأكبر طبعا مع رئيسنا طبعا رئيس الجمهورية ساد عفتاح السيسي طبعا ورئيس احنا معاك وطبعا وفي ظهرك في كل القرارات وبندعمك في كل القرارات وكل التعازي طبعا لأهل فلسطين والاخوتنا طبعا في فلسطين وفي غزة طبعا الجزء الثاني بعزي طبعا أسرة الكابتن مشير عبدالصامات بالنسبة لي يعني كانت موقف صعب أنا لسه عارف طبعا منك دلواتي حالا واحد من الشخصيات المحترمة طبعا طبعا من الشخصات الجميلة ولكن هو حاليا في دار الحق طبعا وإحنا ربنا عنا على اللي احنا فيه ربنا ارحمه يا ربي طالب رحمته يصبر أهل ونسأل الله طبعا لكل موتانا للصبر والسباني حبيب بركاته أنا بعتز بك طبعا وإنت أخويا وإحنا عشرة العمر عدنا فترة كبيرة مع بعض اللي عبوا في قضاء واحدة والحمد لله إن احنا ربنا يدوم علينا نعمة الإخوات جن انتك أنا شوية ولا والله إحنا مهما نتكلم مع الناس في كواليس خلاص يعني إنت كل شوية بتطلع تدي تصريح كده أو كلمة كده وتعرف الناس شخصيتنا أثناء الكورة كي يتعامل إزاي بعد أخد بالك أنا بقول لك أخويا كبيرة أنا ما بكبركش يعني هما كلهم يعني كلهم سبع تشهر أعتقد يعني يعني هو شهر اتنين وشهر تسعة مش بعيدا بقى والله في البركاتي من أحسن فترات اللي واحد سبحان الله يعني يعني عاشها في حياتي فترة الكورة وتحس إنها كانت أسهل فترة برضو التفكير فيها ما كانش كتير اللعب كان دايما هو اللي واخدك واللي مسيطر أكتر على تفكيرك وبعدين دخلنا في جزء الالتزام مع بيتك وأهلك وأولادك والالتزامات اللي انت مطلوبة منك بعد كده بعدين حسيت إن انت داخل على المرحلة اللي انت إزاي تفنش كل واحد فينا كان طريقة الفينيش بتاعته على حسب عماد بإصابة بركات لغتنا ما خلاص حسيت إن أنا قديت كل اللي علي فأنا الحمد لله على كده إن أنا عايزة أبطل وده طبيعة سودة الحياة إن إحنا نسلم الأجيال اللي جاية بعد من نناها سودة الحياة سودة الحياة